مؤتمر الوطني العام دكتور محمد يوسف لمجريف وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة المؤقتة كما حضر المرتقى رئيس بعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الأحزاب وعضاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وحجد كبير من الأهالي والحرائر عربا ومزيغ وطوارق وتبو بمختلف مناطق ليبيا ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية في ليبيا وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية في كل من أمريكا وبريطانيا إيطاليا وإسبانيا، البرازيل، الصين، المغرب، نيجر، تونس، تركيا، روسيا، سويسرا، فرنسا، كندا الهند وجنوب إفريقيا وسيناقش المشاركون في الملتقى عددا من المواضيع المتعلقة بالاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا من خلال التعريف بالثقافة الأمازيغية في ليبيا تجسيدا للأحمة الوطنية بين الليبيين وأظهار اللغة الأمازيغية كمورث تقافي وتعريف المجتمع الليبي به كما سيناقش الملتقى بعض القضايا التي تخص الدستور واعترافه بأكثر من لغة في ليبيا وصف رئيس المؤتمر الوطني العام دكتور محمد لمغاريف زيارته إلى إيطاليا بالناجحة معتبرا أن إيطاليا شريك سياسي واقتصادي مهم بالنسبة لليبيا ترجمة نانسي قنقر